هنا في قناة رويل فارس تيفي سلوات تيفي ستجدون كل ما يخص سلوات وأهلها من توثيقات نتمنى منكم الإعجاب في هذه القناة حتى يصلكم كل جديد ولكم أجمل تحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستمر من خلال قناة رويل فارس تيفي سلوات تيفي في توثيق كل ما يخص الحالة السلواتية في آخر عشر فيديوهات قمنا بتوثيق حالات الوفيات في العام 2020 وفي آخر فيديو قمنا بتوثيق وعمل مقارنة ما بين الوفيات من خلال العام 2002 حتى العام 2020 فهذه الفيديوهات طبعا في القناة ما يقرب من خمسمائة فيديو توثق الحالة السلواتية وبعد الانتهاء من هذا العمل سنقوم بمعالجة تاريخية وتوثيق تاريخ سلوات والأماكن في سلوات كذلك نتمنى منكم الإعجاب في القناة إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قال تعالى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقِدِمُونَ صدق الله العظيم مع انتهاء العام 2020 كان مجموعة حالات الوفاة في سلوات وفي المهجر 156 حالة وفاة نسأل الله لهم جميعا الرحمة ولكم من بعدهم طول البقاء في هذا نستعرض مقارنة بين وفيات هذا العام ووفيات 18 عام سبقت ذلك في شهر واحد كان هناك 16 حالة وفاة في شهر اثنين كان هناك 7 حالات وفاة وفي شهر ثلاث كان هناك 6 حالات وفاة وفي شهر أربعة 8 حالات وفاة وفي شهر خمسة 5 حالات وفاة وفي شهر ستة 10 حالات وفاة وفي شهر سبعة 11 حالة وفاة وفي شهر ثمانية 11 حالة وفاة وفي شهر تسعة 13 حالة وفاة وفي شهر عشرة 20 حالة وفاة وفي شهر 11 حالة وفاة وفي شهر 12 حالة وفاة بهذا نلاحظ أن في الثلاث أشهر الأخيرة من العام كان هناك 59 حالة وفاة رحمهم الله وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم الصبر والسلوى الآن نستعرض أعداد الوفيات في الثمنتعشر عام الماضية منذ عام 2002 في العام 2002 كان هناك 31 حالة وفاة في العام 2003 كان هناك 39 حالة وفاة في العام 2004 كان هناك 67 حالة وفاة وفي العام 2005 كان هناك 50 حالة وفاة في العام 2006 كان هناك 52 حالة وفاة وفي العام 2007 كان هناك 45 حالة وفاة وفي العام 2008 كان هناك 50 حالة وفاة وفي العام 2009 كان هناك 71 حالة وفاة وفي العام 2010 كان هناك 66 حالة وفاة وفي العام 2011 كان هناك 61 حالة وفاة وفي العام 2013 كان هناك 60 حالة وفاة وفي العام 2013 كان هناك 60 حالة وفاة في العام 2014 كان هناك ثمانين حالة وفا وفي العام 2015 كان هناك تسعة وتسعين حالة وفا وفي العام 2016 كان هناك ثلاثة وتسعين حالة وفا وفي العام 2017 كان هناك سبعين حالة وفا وفي العام 2018 كان هناك سبع وثمانين حالة وفا في العام 2019 كان هناك سبع وتسعين حالة وفا طبعا فيما مضى كنا نعتمد في الإحصاء على الوفيات التي يقام لها عزاء في سلوات وكان هناك الكثير من الحالات لا يقام لها عزاء ولا يعلن عنها في مساجد سلوات لعدم وجود أحد من ذوي الوفيات وبعد ذلك اعتمدنا عبر صفحات سلوات بيت النعم وبالتنسيق مع الشيخ ياسر القائم على مسجد أبو عبيدة على وضع الإحصائية عبر ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة صفحات سلوات بيت النعم أو صفحات بيت النعم فيما مضى بعد إغلاق صفحات سلوات بيت النعم انتقلنا إلى صفحة بيت النعم وهي أكثر وسيلة تتابع الوفيات في الداخل والخارج لذلك هذه إحصائيتها بالتنسيق طبعا مع مسجد أبو عبيدة نشكر الأخ ياسر على تعاون معنا في كل هذه الإحصائيات ولكم الشكر على المتابعة ونتمنى ونتمنى الرحمة والمغفرة لجميع وفياتنا ولأهلنا جميعا من بعدهم طول البقاء بهذا نكون أتممنا توثيق وفيات هذا العام والثمنتعشر عام الماضية